رجعنا مع الإعلامة والشاعر زاهي واهبة ببودكاست على الجديد كنا عم نحكي عن السوشال ميديا وعن الجيل الجديد وعن الإعلام وشو عم بيسوق اليوم على السوشال ميديا كمان مثل ما قلنا أنه هي سيف ذو حدين ولكن نجحت بقلب الرأي العام العالمي حول اللي عم نشوفه بفلسطين وكمان جنوب لبنان يعني ما حدا بيقبل بمشاهد الأطفال اللي عم بتموت أو المجازر شو ما كانوا مدنيين حزب الله مقاومة حماس شو ما كانت توجههم برأيك اليوم هل هيدا السلاح ستختم صح ولا بعد في قصص قادرين نستعملها نستغلها أكتر نعم دائما فيه أكتر يعني دائما إذا بذلنا جهود ولكن فعلا يعني تحيي لهؤلاء الشباب والصبايا راضيك الجهد يعني العمل طبعا يعني نشوفه بأماركا أنا من أسبوع كتبت مقال بعنوان يا طلاب العالم اتحدوا لأنه بفضل السوشيل ميديا وبفضل الشباب والصبايا اللي عنا قدروا وصلوا حقيقة ما يحصل لأنه الإعلام التقليدي بالغرب غسل أدمغة الأجيال الكبيرة نشأوا على الإعلام التقليدي صدقوا هالرواية المزيفة اللي يعني هي رواية الاحتلال الإسرائيلي الأجيال الجديدة ربيت على شعارات حكوماتها ليه هي شعارات حول الإنسان والعدالي ولكن وقت الجد اكتشفت أنه هذه الحكومات كذابة وهذه الحكومات بتكيل بمكالين وبتشوف بعين وحدة فردت فعلهم إذا بتلاحظي ردت فعل عنيفة بيبكوا بيتأثروا مش مصدقين أنه أنتوا ربيتونا على هذه المبادئ ولكن وقت الجد اكتشفنا أنه يا حكوماتنا يا أنظمتنا أنتوا ما عم بتطبقوا هذه وكل ما صرفتوا إسرائيل وأمريكا من أموال على الدعاية المزيفة ذهب أدراج الرياح وأنا براهن أنه من الحركة الطلابية اليوم اللي عم بتصير بالعالم أن تولد يعني إذا بدك يولد تيار جديد بالعالم الحلو بالموضوع أنه أبناء صناع القراري اللي عم يتخذوا نعم وهيدا اللي بيشجعني على اللي بدي أقوله أنه تولد حركة فكرية فلسفية سياسية جديدة تعيد الاعتبار للقيم الإنسانية مقابل للقيم الاستهلاكية اللي كنا عم نحكي عنا قبل شوي نرجع نعيش كيف يعني أجيال الستينات والسبعينات عاشت فترة نهوض بالعالم لحركات التحرر وأفكار التحرر على كل المستويات نرجع نعيش شيء منها لأن مستحيل الكوكب والبشرية تكمل بهالاتجاه هذا رايحة على الانتحار ذاتي إذا ضلت مهملة للفكر والقيم الإنسانية والقيم الروحية والقيم الثقافية وضل بس أكل وشرب كأننا بهائم يعني بغابي أو بمزرعة طيب بدي تخبرني شوي عن القصائد اللي لحنت قصائد زهي وابي لبدي تيام خبرك يا مري انت بس شكراً أنا محسن حظي أني تعاونت يعني من خلال أنا مني شاعر غنائي يعني بمعنى ما بكتب قصائد للغناء أنا بكتب شاعر حر قصيدة نثر ولكن أصدقائي يعني اللي بيشوفوا بقصائد شيء معين لحسن حظ هني من الفنانين اللي بيشبهوني وبشبهن يعني اللي غنالي والحنلي مرسا خليفي أحمد قعبور أميمة الخليل هاني سبليني هبا أواص جاهدة وهبي فايا يونان عبير نعمي ليال نعمي من العراق بيدر البصري من المغرب زينب أفلال من من الأردن هند حامد شو بتحب تقول لهم اليوم؟ أحب أقول لهم إن ممنون لأنه حملوا كلمتي بأصواتهم الحلوة وصلوها لهواة النوع لأنه هذا النوع من الأغاني منه غناء يعني جماهيري منه غناء شعبي هو غناء نخبوي إلى حد ما فيه جزء منه يعني بيوصل لعموم الناس وفيه جزء منه يعني تعرف الفن أمزجي وأذواق مختلفة بدأ أطلب منك بالختامة ثلاث رسائل نعم رسالة لأهالي فلسطين ومثل ما قلنا من نرجع نختم بشعر وبدأ رسالة كمان لللبنانيين على الحدود اللبنانية اللي عم بيواجهوا كمان عدوان وبدأ رسالة للشعب اللبناني بظل هيدا الخطاب اللي عم نشهده اليوم تفضل بدي أبلش من الآخر قول لللبنانيين اللي أنا واحد منهم يعني بيشمل حالي معهم بيسمع يعني أنه أنا من جيل عاش الحرب عندي نص طويل جدا اسمه ماذا تعرفون عن الحرب بيحكي فيه عن هذه التجربة المرعبة المريعة الكل خاسر بقلهم في الحروب الأهلية الخاسر خاسر والمنتصر خاسر النتيجة الوحيدة هي أنه مندمر بلدنا ومندمر مستقبل أولادنا وشبابنا ومندمر أنفسنا لذلك لا تستسهلوا أبدا الحديث عن الحرب ولغة الحرب بيطلعوا من هالموضوع يعني وهي دي يعني تجربة محارب سابق تنذكر ما تنعاد للجنوب اللي أنا منه وأنا من قرية حدودية هي عيناتها عانت ما عانت يعني تهجرنا بالتسعة وستين أول مرة تصوري دخلت المعتقل الإسرائيلي ب82 إلى آخرين أنا عندي جملة يعني في ختام قصيدي عن الجنوب بتقول في الجنوب يجوز التيمم بالتراب حتى وانحضر الماء لأنه تراب الجنوب تراب مقدس لأنه اختلط بدماء الشهداء اختلط بدموع الأمهات اختلط بدماء الأطفال والجنوب دائما منتصر ينتصر في السيف يعني الدم ينتصر على السيف الدم الجنوبي والدم اللبناني والدم المقاومين ينتصر على السيف الإسرائيلي في نهاية المطاف رح ننتصر يعني رح ننتصر نعم لفلسطين بقول طال الزمان أم قصر هذا الاحتلال إلى زوال في عندي قصيدة اللي غنتها جاهدة وهبي يمكن سيننا نذكر جاهدة مليحة اللي تذكرنا لأنه كنا سوا بالعراق بقول فيها مقطع بهوية عن غزة أبو المقرالك الأصيد الطويلة بقوله عذرا غزة لا يغتسل الشهداء بكامل أناقة دمائهم يصعدون فهل لدعاء أن يوسع حدود السماء لعصفور أن يحط على غصن البكاء كأني أسمعك تهتفين غدا لن يبقى من الحصار سوى حكايات الحصار لن يبقى من الجدار سوى أثر الجدار لن يبقى من النار سوى بقايا النار غدا تتهاوى غربان الفولاذ الطائرات الحربية غدا تتهاوى غربان الفولاذ تصير مصفحاتهم خردة وعلى نجمة الضغينة على نجمة الضغينة يدوس طفل من فلسطين ترجمة نانسي قنقر